90% من المنتجين او المخرجين اللي هم دلوقتي اللي موجودين انا معرفهمش اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام الفنان طارق الدسوقي يكشف لاول مرة عن صورة لبنته اللي اجمل بمليون مرة من الفنانة ياسمين صبري تابعوا معنا الفيديو للنهاية علشان تعرفوا كل التفاصيل الفنان القدير طارق الدسوقي رجع مرة تانية للأضواء بعد فترة غياب طويلة عن الاعلام والشهرة وطبعا تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لابنة الفنان طارق الدسوقي الكبرى واللي اسمها لاجين وابهارت الجميع بجمالها الطاغي واضح يا جماعة ان بنت الفنان طارق الدسوقي اخد جمالها من امها لان والدتها فازت قبل كده بلقب ملكة الجمال في احدى المسابقات ومن ناحية تانية اخر الاعمال التلفزونية اللي قدمها الفنان طارق الدسوقي مسلسل قضاع اوزماء اللي تعرض عام 2018 وضم عدد كبير من النجوم ابرزهم احمد عبدالعزيز وحسن يوسف وسوزان نجم الدين وعدد اخر من الفنانين العمل كان من تأليف احمد وليد مرديني واخراج عبدالقادر الاطرش قبل كده بنت الفنان طارق الدسوقي خرجت وقالت ان حالة والدها الصحية مستكرة وطلبت الدعاء من الجمهور ومن زملائه علشان يرفعوا معنوياته وقالت الحمد لله الحقيقة الواحد طلع من الازمة دي بعيلة كبيرة وجمهور والدي كان سند وظهر لينا جوه مصر وبرا مصر ولو لفضل ربنا ودعواتكم ودعمكم ما كناش هنطلع من الازمة دي خاصة ان كلامكم الجميل كان ليه تأثير كبير في رفع معنويات والدي وقالت لوجينا بخص بالشك معالي وزيرة الثقافة الدكتورة اناس عبدالدايم والفنانة نهال عنبر لمجهودها ومتابعتها اليومية مع دكتور وجدي امين حالة والدي الصحية والفنانة شيرين ايضا لاهتمامها ومتابعتها اليومية لحالة ابي وده طبعا يا جماعة بعد ما اعلنت اصابة والدها بفيروس كورونا كوفيد 19 وطلبت من الناس الدعاء ليه بالشفاء العاجل حتى لو فيهم حد انا اعرفه صعب قوي ان انا ارفع سماعة التلفون انا مش معاكلي او انا عايز اشتغل الصعب جيء ما اقدرش ما اعرفش عمله الفنان الكبير طارق الدسوقي اتصدر الترند خلال الساعات اللي فاتت بعد غياب امتد لسنوات طويلة الفنان طارق الدسوقي قال انه بيواجه مشاكل وصعوبات في حياته وانه مش قادر يرجع تاني للتمثيل ولا قادر يقدم اعمال تلفزيونية او حتى سينمائية بسبب ابتعاده عن الساحة الفنية السنوات اللي فاتت طارق الدسوقي قال ان سنة 2011 وان ثورة 25 يناير و30 يونيو من وقتها حصلت حاجة غير طبيعية في الدراما على مستوى الاعمال المقدمة وقال ان الشعب المصري سلوكياته اتغيرت وما بقاش هو الفن اللي بيمثلنا ولا بيمثل عادتنا وتقاليدنا ولغتنا والاعمال اللي تربينا عليها من واحنا صغيرين علشان كده قررت ان ابتعد شوية لغاية ما ربنا يصلح الحال وترجع العادات والتقاليد وترجع تاني المسلسلات تتكلم عننا بشكل كويس فكرت ان ابعد عن الوسط الفني الفترة دي وارجع بعد كده لكن في اخر 3 سنين لما بدأت الامور ترجع تاني لمسارها الصحيح والشركة المتحدة سيطرت على الدراما وبقت بتقدم اعمال كويسة بتناقش مشاكل وموضع مهمة حاولت ان ارجع لكن انا معرفتش اكتشفت اني معرفش 90% من المنتجين والمخرجين والمؤلفين اللي شغلين دلوقتي معرفش حد فيهم وقال انا دلوقتي معرفش حد فيهم وحتى لو اعرف واحد بس فيهم صعب علي قوي ان ارفع سماعة التليفون واكلم مخرج او منتج وقل له انا ليه مش معاك او ان انا عايز اشتغل اللي بتعب بقى في السنتين 3 الاخترة دي لا مش ممزاجي ولما المزع سألته طب انت ليه مش بتحاول انك تكون موجود على السوشيال ميديا فقال لها انا في بيني وبين السوشيال ميديا عداوة وعمري ما فكرت انزل صورة او بوست مع ان عندي حاجات كتير من مناسبات ومؤتمرات شاركت فيها وتكريماتي في الخارج وقال في هذا الصدد انها انتشرت شائعات ورد على الشائعات اللي بتقول ان زوجاته انفصلوا عنه بسبب افلاسه لكن طريق الدسوقي فنان حقيقي عمرو مايرضى بالكد قال طريق الدسوقي حتى وان كانوا انفصلوا عني وان الامور بينه وبينهم مش فاحسن حال لكن انا هقول الحقيقة ان الكلام ده كله كدبه ما حصلش انا انفصلت عن زوجتي الاولى بسبب خلافات شخصية بينه وبينها بعد جواز استمر 12 سنة وخلفت منها طفلين وتجوزت مرة تانية لمدة 12 سنة وخلفت برضو طفلين وقال ان اولاد الاربعة علقت بيهم كويسة اوي وهم التانيين علقتهم معي كويسة وان مش بيفوت اي واجب عليه من واجباته التربوية واجه طريق الدسوقي رسالة للشباب وقال لهم ممكن تكون زوج فاشل لكن ممكن تكون اوي اب جيد وكذلك المرأة وقال طريق الدسوقي انا جوزت مرتين واقسم باللحة الرمب مش بفكر اتجوز المرة التالتة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وانا تلدغت مرتين ومفيش داعي لتالتة اهم حاجة ان اولادي بيحبوا بعض ومسألة مهمة جدا ان الجواز مودة وحب ورحمة وسكن وسكينة ممكن ما يحصلش تفاهم بينكم ممكن تكون زوج فاشل بس اب كويس الاولاد محتاجين الاب والام ووجه الدسوقي نصيحة للشباب وقال لهم حتى لو انفصلتوا عن بعض حافظوا على الود والاحترام بينكم علشان الاولاد ما يتأثروش ماديا او معنويا ووجه الفنان طرق الدسوقي رسالة للفنانة الهم شهين وقال لها يريد تهد شوية وقال انا بقول لاناس الدغيدي لازم تعرفي انت بتقولي ايه ان لي تحفظ عليها وعلى الكلام اللي بتقوله وعلق طرق الدسوقي على اعتزال حنان ترك وقال انا غير موافق لاننا بنفتقدها بشدة بلبس اي حاجة بنان في اي حتة باكل اي حاجة بعيش في اي ظروف وقال طرق الدسوقي انه ما كانش يعرف بان السينما هي تاريخ الفنان الحقيقي وان ادواره في السينما لم تفصح عن موهبته وانه قبل العمل التطوعي بدون ميزانية في مسلسل سوفيان السوري لانه كان بيحب العمل التطوعي وده اللي خلاه ميراكسي في الاموال في فترات كتير من حياته طرق الدسوقي بكالريوستجارة جمعة عين شمس وحاصل على دكتورة فخرية من جمعة ميونخ في المانيا عن العمل الانساني وهو حاليا استاذ للدراسات العليا في كلية اداب جمعة الكاهرة ورئيس ازاعة الكرآن الكريم اتولى الطرق الدسوقي في 12 اكتوبر 1957 يعني يا جماعة عمر دلوقتي 75 سنة والد طرق الدسوقي كان شغال مهندس ووالدته ممرضة في وزارة الصحة ونشأ في اسرة محافظة علشان كده كان بيعرضه فكرة انضمامه للتمثيل وبكده يا جماعة نكون وضحنا لكم حقيقة الاخبار اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتقول ان زوجات طرق الدسوقي اتخلوا عنه بسبب افلاسه طرق الدسوقي قال انه لسه بيدور على اعمال ومش لاقي حد يشغله ومكسوف يطلب من المنتجين والمخرجين لانه ما تعودش انه يسأل حد على حاجة شكرا لكم على حسن المتابعة اتمنى ان يكون الفيديو نلقى اعجاب حضراتكم استنونا الفيديوهات القادمة باذن الله والسلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس